ترأس وزير الأوقاف والإرشاد دكتور محمد شبيبه جلسة المفتيين الثانية في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة تحت شعار دور المرأة في بناء الوعي والتي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية وأكد وزير الأوقاف أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يأتي عرفانا بدور المرأة في بناء الوعي الديني والثقافي وتنشئة الأسرة وحماية المجتمع المسلم ورعايته والتعزيز قيم التسامة والتعايش السلمي مشيرا إلى قيم الإسلام الحنيف ورسالته الجميلة السامية في تعزيز الدور الاجتماعي للمرأة